البداية من الإنسان في حد ذاته لماذا لأن صناعة الإنسان هي واحدة من الصناعات التقيلة والتي تؤثر في جميع المجتمعات إذا أردنا تغيير مجتمع ما فليس علينا أن نبدأ التغيير من الفوق أو أن نبدأ التغيير بشكل شمولي وإنما علينا أن نبدأ من اللبن الأولى ومن المكون الأساسي والصغير جدا في المجتمع وهو الإنسان كما كانت قد نبدأ في الماضي لكني لأن الألعاب لا نبدأ هنا الحالة قد تأتي الآن أعتقد أننا بجأننا ببدأ من دردنا من درسنا und درسنا أكيد إزالة نهاضي فلك إلى المنظم المتحدة يجب أن نبدأ من الآن أي شيء يفيد في الم Charlize ويمكنك مفيد في المجتمع أي شيء يفيد في المصلحة الوطن يجب أن نبدأ من الآن نسيق الاجتماع؟ نجل من ذلك أعتقد أننا نذكر في التطبيقين كيف أنه مانعنا في حقا هل أmand قلقه تسبب يصلح العقلية ويقراء الثقاف وينفاتح الثقافي نحن نتجد نحن نتجد انتذكر تفكير من أبداً والعباداتنا هؤلاء الأشياء التي تكون في أساسنا أعتقد أننا لا يمكننا فقط تقرير على ما فعلوا في الماضي لكننا يمكننا تصدق من هنا و هنا و تحاول أن تحاولون من أحدهم فأنا برأي نرجع للقيم الأصلية و غير هيك نطور على القيم الأصلية القديمة القديمة نطور عليها على تطور الحدث في هذا الزمان لأن القيم والمبادئ تغير مع الزمان و مع الوقت لأن كل زمان الوقت له تقاريد وعدات معينة فأكيد يجب أن نطور على العادات والقيم الأصلية ليس أن نعمل قيم جديدة نعمل قيم جديدة تماماً ولكن مبنية على القيم الأصلية القديمة وهي الأساس وهي الأصل وهي إفادة المجتمع وعملت مجتمع إسلامي صحيح تشوف المجتمع الإسلامي كان أفضل مجتمعات الغرب أخذوا قيمنا وعاداتنا الأصلية وأصبحوا حظاً من الآن الآن أصبح المجتمع الإسلامي هيك متفرر مش مش زي زمان أعتقد أننا نستخدم بعض منهم التي كانت مجتمعاً تسمى للصوصية إننا نظر الغرب أكثر من المجتمع إننا تستخدم الأصوصية وكلما يستخدم الأصوصية لأفضل إبعادة ولكنه يمكن أن يستخدم الإسلامة ببعض الحضارة مجتمعين وجود الحضارة هذه المجتمعات هي Vault T lipi أشكراك لدرسة حماس العالمس أفلاس مركز أفلاس مركز أفلاس مركز أفلاس مركز أتمنى أنه ينفتح بي حضارات أملك الزواري تحكمه من الناس أتمنى أنه ينفتح بي حضارات بشد أنه يعدل هناك مركز أفضلية تعاون للجميع لتوصيل أفكار جديدة تخدم المجتمع والأمة لبناء حضارة جديدة. بالنسبة لي لا الاهتمام بالإشكالات الجهوية ولا الاهتمام بالإشكالات العالمية هما معن متكاملا لا يمكن أن نختار واحدا منهما في غنانا عن الآخر للماذا؟ لأننا نعيش ويجب أن نعيشهم ومواقعنا القريب مننا والذي نعيشه يوميا ولكن لا يجب أن نغفل ولا يجب أن ننسى أننا ننتمي شئنا أم أبينا إلى منظومة عالمية تتحكم في ذلك الواقع الصغير الذي نعيشه وبالتالي علينا أن نفكر في حلول لإشكالاتنا الجهوية دون أن ننسى يعني أن نفكر كذلك في حلول لمشاكل عالمية ًا ً I think if there's anything good in the world we should benefit from it If there's anything bad in the world we should keep our ourselves from it and try to fix it at least We can't just differentiate ourselves from other people we should always see the good in other people see what's good in their civilization الع catch in theirolutions and there is good always in all the civilization in the whole history so we should know that's good and we should benefit from it improve it بنات بأعمل في الثقافة ولكن الحجر لزيزة الدكتور يحتاج الكتبات بالطائر يهتو مرضي ونحن نتحدث حتى المدعوين ليس بزيد الحضارات المصدر نقوم بتعامل هذا الحضارات من القطار بما أننا خلق الحضارات يجب أن نقوم بحرمه وظيفة الحضارات نحن نفjet مجمع بالعقد The Green partnership because that's the thing that's gonna help us find solutions for our world-wide issues. نعم, نعم نهائا نهائيون في هذا الفيديو. وseyا نحن بحديث بنا لأننا سيديد محجولنا كتابة إن نحن نشاهد محجولنا جميعا ينجح سيكون نشاهد محجولنا. لن يجب أن يكون أوروبة وحقوقها. اشتركوا في القناة